موسيقى السلام عليكم ورحبا بكم بقناة مطبخ قامر اول حاجة احبيت انقلها لكم تشوفوا هذا القناة ويسام كبيزين قناتها رائعة يعني يدير الطبخ والحلويات والتحليات نتمنى ان شاء الله تدعموها وليل ياتع قناتها تيبو تحت صندق الوصف وكي تروحوا لها قولوا لها جيناك من عند مطبخ قامر نتمنى ان شاء الله تدخلوا وشوفوا للقناتها اليوم حضرت لكم جواز تعالبات عطب لي بولاد يجيبنين وحضرت معكم على طريقتي الرمان بوحد السيرو انتمان ان شاء الله تشوفوا الفيديو الاخر وذلوكم انظروا الطريق التحديد بالنسبة للدرسان هنا الواسية 6 سنة يحبثون بملاح درسها في المهرز وواسية فيبول شوية عكلي شوية فلف الكحل شوية كمون والماء هكذا حوالي تلزم غرف كبارة على الماء هكذا نضيفهم هنا في الكوكوتا وواسية زوج مغرفة على الزيت ومغرفة كما كنتم تشوفوا فيها كونسانتري طومات نقل هذه الدرسة ملاح نعود لكم فلف الكحل الكمون والعكري وشوية درساتها الحر اللي ما ننساهاش وهنا كمية الحميزة كمية لحسبها جواسعكم نقل هذه الدرسات يمليح وبعد ضفتها مسخون هكذا شوية ونخليها تقلة في خطرة وبعد اللي تقلت لي ستضفت لها الماء ونضيفها تقطعت البطاطا لحسب العائلة هكذا يكونوا يعني يحجمهم كبير ماشي صغير باشي ما يتحرحلش البطاطا ننضيف كمية اللي نحتاجها ونضيف الملح في الاخير هكذا وهنا يلحم كفت ندوسنه كما تدوسن القدرة تاعي يعني الثوم العكري الفلفل الكحل وشوية حر الطوماتيش كونسانتري ونننظر المهاجة بالزيت ونحتاجها لبايض البيض حتى نتحصل على هكذا ليبولات لا تنسوا الشر الثوم ننسى تفادق ليبولات السوعية على هكذا البطاطا غير هكذا من فوق وننغلق الكوكوتا تاعي ونخليها 15 دقيقة يكون تبلي جواز كما كنت شوفوه ما كثرت بزاف المالك باش ما يجيش زغلي وما يغلي بالنسبة الرمان هنا حكمت الرمان وسيته في بول عمرته بالماء وسيت له قطرة على الخل وخليته 1-5 دقايق وبعد شديته نحيت نصفيته على ذاك الماء وخليته يقطر مليح كما كنت شوفوه ودايما الراس على الرمان دايما الداخل يكونوا فيه حشرات يعني يردوا بلكم باش يتربتوا الحبه وطرتوها لولادكم وهنا كي شلدته نمسحه هكذا بالبابير بصوبون يعني مهما نحيله القشرة بصح معليش ننظفه مليح هكذا كين بصفة اللي ما يحبش يكون الرمان هكذا يحبوه بصح يجز عليه هذي نديرها هنا على طريقتين تميل ان شاء الله تعجبكم مهما لو كان تحبوه تكله الرمان هكذا دايما نقيه وكي ما قلتلكم وسيوه في الخل وخليه ونحوله الرس وكله بصحول هنا هكذا كي ما كنت شوفوه نقشل حبه تاعي ونحاول نحيل هذك القشرة البيضة حتى نكمل هذك ربع حبه هكذا ولهنكملت هذك ربع حبه نقسم واحدة على ثنين ونقل رمان تاعي هكذا غير في خاطري نقيا يعني نقيا نقيا قاعدوا كربع حبه وبعدا نقيا رمان تاعي نحيا ذك القشرة البيضة يعني ما ممكن يكونوا فيها شوية ماشي مشكل المهم نحيا هذك اللقشان يجي وفي الاخر واش نفسي زوج مغارف كبار تاع مازهر هكذا شوية تاع السكر ماشي بزدف على حسب الذوق اللي أحب السكر بزدف يجي ينجم يدير وهنا شوية تاع القرفة هكذا شوية تاع القرفة ونفسي كمية تاع الماء ونحركوه ويجهز معي هذا الرمع وجواز بعد ما تجمر المليح قلت لكم خليته 15 دقيقة في الكوكوطة نقصت لنار وخليته التفخات روح تجمر لي جواز ويجيب بنين ويعني بنته كي بنته مثوم كين بزف الأخوات اللي ديره وكين ليلة انتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الطبق وهذا هو الرمع اللي حضرته معاكم يجي تاكله وبصيره وعلى بلكم صحي بالبزة في الرمع ماذا بكم بكي يكون وقته غير غبقوله حاجة سهلة وبسيطة وانتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو والعجبكم معليكم غاليت واسي وجام وشاركوه في القناة ليارسركم كل جديد خليتكم في امان الله نشكركم على التعليق تعاكم وعالمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة